رمضان طريقك إلى التوبة رمضان فرصتك للتغيير طريقك للتحرر من قيود الذنوب فإذا كانت التوبة واجبة في كل وقت ومن كل ذنب فهي في رمضان أوجب وألزم ففي رمضان تتنزل الرحمات والبركات وفيه وعد من الله بمغفرة الذنوب والخطيئات قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فمن لم يربح في رمضان فمتى يربح ومن لم يتعرض لمغفرة الله في هذا الشهر فمتى يدركها فمن حرم خير هذا الشهر فهو المحروم قال صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له وحقيقة التوبة ترك الذنوب والمعاصي والإقلاع عنها الندم عليها العزم على عدم العودة رد المظالم إلى أهلها إن كان الذنب متعلقا بآدمي فرمضان فرصة للرجوع إلى الله والإقبال عليه فقد هيئت الظروف وفتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب الجحيم وسلسلة الشياطين ونادى المنادي يا باغي الخير أقبل فتحرر وانطلق مع الفائزين وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون